السلام عليكم والإخوان نحياكم الله معكم أخذي لكم علي بيريش سبع أخوتي هذة التسريبات الصوتية ركزوا معاهم زيان هذة الكراغلة أشغى يقولوا لي وعناصر البوليزارو كذلك ونرجعوا بعد ذاك نحطكم في صلب الموضوع ونشرح لكم من زيان شنو واقع وشنو قي تطبخ وشنو الحقيقة بالضبط يا بربوشة بالبيريش وجه الدارك وجه الدارك بعد خرج منها لأسيدك الليهودي راجي يسكن فيها هذا هو الانطباع لدرت الاحتفال له درتوا احتفال بالانطباع ما لا وجه الدارك بجهو دارك فرق الدار لذاك سكن فيها فرقها بجهي سيدك الليهودي يسكن فيها وانت تشوف. انت واحد من القائمة. اللي يخرج من ديارهم. وسكين قولك تخرج من الدار سي تخرج من الضال. الززائريين سيادكم. ما يطبعوشهم على اليهود. هامد. بس اولان يخرج لكم من دياركم كل. وعقوب تقرأي تاك الدور تنقسم لكم باين قد حين وباريش. عالم ولا نهايتك اللي سيئ. قلناش عدرتم عاي سرائيل هذو اللي يقلعو ديار هذي ما خالق الله. هذي ما خالق الله الكهلات مساكين. انت اللي فيك الأم والي يصقوا. يعيطوا كلها اللي يتنقلع منها دارهم وفيه التركي فيه. هذو كهلات اللي قلقات اللي عندكم. او خالق الله اللي يضاقوا وكلها مصيوعا من دارها الهفية ثلاثين سنة. وظرك ما شفتهم. ارض مقريبية. وعلاش تجي السلطات المقربية تمرق الشعب من ديار ببيش. ما دامها ارض مقريبية. وهذو اليهود الوراق اللي عندهم. جايبين وقاسوا من محكمة. وحكمة المحكمة وجهة الشرطة المقربية تخرج المقاربة من ديارهم. هذا شنه معناه. اسمع. كلموني الريافة قالوا لي الشعب. المرضوكي ره يخرج من ديارهم. يا سبحالله امراركة تخضر فيها. مش مش احنا يا امراركة من اهلها. تخضر فيها. وهذا اكمل ليكم. هذا تستهل اكثر. كي سمعتوا الخوت. هذو وحدين من البوليزار. وعندي عدد كبير منهم. كتكلم معي حقيقة. انه جزائريين. تيقولوا على انه اسرائيل. او اسرائيلي او اليهود. جاوا. وخرجوا المغاربة من ديارهم. وغا يستوطنوه هنا. وغا يديرو اسرائيل عندنا هنا في المغرب. وهذا الدوباب الالكتروني الجزائري. والجزائريين. وابواق البوليزار. وكيروجوا هاد الاشاعة على النطاق واسع. انه اسرائيل جات. وهتساقر في المغرب. وهتخرج المغاربة من ديارهم كما دارت في فيلسطين. وانه المغرب الدولة المغربية. والمملكة المغربية. هي اللي اعطاتهم حق يجيوا. وعطاتهم الديار. وعجب وغريب. انهم مصدقين هاد الاشاعة. ارى خوتين احكي لكم على الواقع. وشنه واقع بالضبط. الواقعة الحقيقية اللي فبركوها الدوباب الالكتروني وابواق وعناصر البوليزاري وجزائريين. الواقعة الحقيقية يكي تقول. عندنا انه كين ارض ولكين مواطن مغربي طالب واحد الارض. ايه في ملك الوالد ذيانه ووارتها الوالد ذيانه. مواطن مغربي ارض ارضه في مدينستان شخ. ارض ارضه في ملكه. وعنده عليها الواتائق. عنده واتائق كتبت. على ان تلك الارض هي ارضه. ارض في ملكه. هذا المواطن المغربي هاجر قبل سنوات اللي لم اقل قبل عقود الى اسبانيا. والسقر في اسبانيا. والتوفى في اسبانيا ملت رحمة الله عليه. الاملاك تاعوا. وورتوهم الامناء تاعوا. هذا الاملاك اللي من بينهم هاد الارض اللي في طانجة. وورتوها الابناء تاعوا. في الابناء تاعوا. ولاده رجعوا للمغرب. وجبروا ارض الوالد ديالهم اللي هم وورتوها تبنت. واللي فيها ديار ساكنينهم مواطنين مغاربة. ما يقارب ثمانمائة عسرة. والارض تيقول تقريبا اكتر من الربعة عشر هيكتار. ارض ارض مواطن مغربي يسكنوا فيها مواطنين مغاربة. بنوا ديار ديالهم. هذا الديار اللي ساكنين هم هاد المواطنين المغاربة. واللي ابنوهم هاد المواطن المغاربة. عندهم عليها وطائق. وطائق رسمية من الدولة المغربية. لان الارض ارضهم. سكنوا فيها وستقروا فيها وولدوا فيها وماتوا فيها وخلفوا فيها ولاد. ودخلوا الموت. سقروا تقريب ما يقارب خمسة واربعين سنة. يعني حتى هنا اخوتي فاهمين الرواية. بل يرجع هاد المواطن المغربي اللي وارد الارض عن ابوه. زبر الارض تبنىها تولو فيها الضيور. شنو دار? توجه العدالة المغربية القذاء المغربي. ده لهم الوطائق. كتبت على ان الارض ارضو. وانه زبر السكان ذيها. فالملف التعرض عن المحكمة. وقعت الجلسة الاولى. الجلسة الاولى توقعت نهار الاربع عارض ايو خمسة وعشرين اكتور. الجلسة. ما كان ما زال ما كنش واحد تقار نهائي. ما زال ما كنش. ما زال ما عرفش ان القذاء المغربي. ايش هيقول في هذه الرواية. السكان المغاربة اللي ما يقارب اثمين مئة اصراتي عندهم وطائق كتبت. لانه الارض ارض هم في ملكهم. الشخص المغربي اللي هاجر الاسباني واللي مات واللي الولد دياله وورث الارض عن الوارد دياله. تيقول الارض الارض والدي وورث هنا احنا الواردة ارض ارضنا. فهذا الخطأ اذا صح التعبير. المشكل دياله كان في قداء المغرب. في احدى المحاكم المغربية. ولكن اتخلقت من وراه اشاعات. لانه يهودي جاي من اسرائيل وقال لمغاربة خرجوا وغايدر واحد المستوطنة ما. وغا تبدأ واحد البقرة ديال اليهود وديالاسرائيل وبالتالي نوعود احنا المغاربة كيف في فلسطين تم صب زيت على النار اذا صح التعبير. وكل هذا الامر قتوصل لمخابرات الجزائرية والدوب الالكتروني. وكلي روجوه على نطاق واسع. والبني كرغل. وطاط شية البوليزارو كيصدقوها ديالرواية وهات الشي اللي كي. الواقع اخوت لا اساس لها من الصحة بخصوص اسرائيل وليهو. مغربي كيطالب بارده. ارض ساكن فيها المغاربة قضية عند العدالة لا يفصل فيها القانون. كنت من الدولة المغربية دوك الناس اللي مستقررين في تيك الاراضي ما يخرجوش من تيك الاراضي. ديار ديارهم. ولكن شي امر الدولة المغربية تحمل مسئولية تعوض الراجل صاحب الارض اللي وارث الاراضي عن والده. وكفي من هذه المشاكل. هذا رأي خاص. ورأيه تقريبا هو رأي عائد كبير من المغاربة. واضح ووضوح الشمس. اما تعوض الساكنة لما يقارب تمان مئة اسرة في ارض اخرى. وتبني لهم ديار. واما تعوض صاحب الارض. اللي هو وارد الارض عن والده. وقديمة عنده تعالقها لا باسرائيل ولا باليهود ولا يبيديك ولا يخليك. احنا المغاربة شعب مغربي اصيل. له تاريخ عريق. مملكة مغربية. نحترمه جميع الديانات. نحترمه المسيح واليهود والمسلمين. اما اسرائيل اه جيتش هو السوطن. السوطن عندنا هنا في المغرب. فاخبار الى اساس لها من الصحة. حياكم الله ويحي الشعب المغرب العظيم. يا بربوشة. بري بريش. وجد دارك وجد دارك بعد تخرج منها. مسيدك اليهودي. راح جاي يسكن فيها. هذا هو الانطباع اللي درتوا الاحتفال له. درتوا احتفال بالانطباع. ما لو وجد دارك بها تخرج من دارك فرق الدار. دارك سكن فيها يفرقها. بها يجيسيدك اليهودي سكن فيها. وانت تشوف. انت واحد من القائمة. اللي يخرج من ديارهم. مسيكين يقولك تخرج من دارك سيتخرج من الدار. الززائريين سيادكم. ما يطبعش مع اليهود. هامد. بس اولاني خرج لكم مودياركم كيل كينسة كيل جيرج.